نبتدي بقى في الوصاية فضل يعني ايه وصاية؟ يعني انا دلوقتي جوزي مات فجأة خلاص؟ ومعايا ولادي ليه الوصاية بتروح لأهل الأمر؟ عشان ده القانون اللي احنا مغميين عينينا عن الواقع فيه مش عايزين نعدده او مش مش عايزين حتى اللحظة ما تعدلش يعني القانون المعمول بيه ده من سنة 1952 مكانش عندنا العدد رهيب من أمهات المعالات مكانش عندنا يعني خلينا نقول العدد الرهيب من المطلقات والموت العدد الرهيب كمان من الستات اللي بتشتخل واللي بتشأه واللي بتربي مع الزوج واللي بتحط فلوس برضو وتحط مالها وصحتها يعني كان برضو زمان كان الراجل هو اللي بيعقول والستاتي كان بتبقى عادة في البيت ميتهننة بشكل أكبر بالضبط كان حتى لو اشتغلت كان بياب عشان تبني كيانها أو كذا لأنه كان فترة الخمسينيات ليعلكوا فكرة بناء الشخصية المصرية بعد الثورة يعني فترة الخمسينيات النهاردة الوضع اتغير والمجتمع اتغير وحصل اختلال في ميزان القيم والست بقت شايلة مش عايزة أقول أكتر من الراجل بس خلينا نقول أنه في مشاركة في الحياة شايلة أكتر من طائطة أو في مشاركة مش أكتر من الراجل ولا حاجة بس على الأقل بتشارك بالزبط في مشاركة في الحياة أولادي وإذا أنا اللي بشيل ابني في بطني تسعة شهور وبفتح بطني ما قدرش أروح أطلع له شهادة ميلاد ما هي دي بقى؟ ما قدرش أعمل حساب لابني وتعامل على هذا الحساب وممكن أكون أنا اللي دفع الفلوس يعني الموضوع من بابه يا إمان اللي هو اللي عليك بفكرة إيه الولاية حقي صحيح أنه تحت الوصاية مسك جزء من الموضوع وهو بعد وفاة الأب ماذا يحدث؟ لكن إحنا في الحقيقة عايزين نمسك أصل الموضوع أنا ليه أصلا بتكلم بعد الوفاة ما تيجو بتكلم أنت قصدي كمان القانون هو بقى يبقى القانون بيقول إن الوصاية للأم ما استناش لغاية ما الراجل يموت حتى هو عايش الوصاية للأم لذب الولاية مش الوصاية لأن الوصاية جزء من الولاية لأ نعرف بقى الفرق لأن في ناس كتير عندها لبس فكري بما فيهم أنا طيب إيه هي الفرق ما بين الولاية والوصاية طيب خلينا نقول إن الولاية هي الولاية على النفس والولاية على المال الولاية على المال اللي هي علاقة بإدارة أموال القصة الولاية على النفس اللي هي علاقة بكل حاجة تخص شخصية ابني أو شخصية بنتي يعني الولاية التعليمية المنعم الصفر حاجات اللي بالشكل ده الولاية في الزواج كمان دي ولاية على النفس يعني لما جي أزوج بنتي فبالتالي بقى أنا اللي عندي الولاية إن أنا الوكيل بتاعها دي من ضمن الولاية يعني كمان أي طبعا يعني أنا لو على مشاكل مع أهل الأب لما أجي أجاوز بنتي ما عافش أجاوزها لازم الولاية لازم الجد أو العام طبعا لازم يجي حد وكيل للبنت أو تروح المحكمة وتقول لهم والله أنه فيه من أرطضيه يعني علما ودينا وعايزة تجاوزه فالمحكمة اللي تديها أم بالزواج حتى لو عدت 21 سنة؟ حتى لو عدت 21 سنة بوكيل دي برضو معلومة جديدة يعني اللي هي من بابه إحنا من بابه من بابه ده الوصاية مقفولة الولاية الولاية عصد بالنسبة لنا الولاية هي الوصاية لا الولاية أشمل أشمل وأعام اللي هي بشكل عام كده المسئولية الكلية اللي هو أنا أعمل كل حاجة لابني لكن ما قدرش أتعامل على ذلك رسميا طب تعالي بقى نتكلم على أرض الواقع تمام تفضل يعني إيه؟ يعني هم نتكلم في القانون وشكل الحياة القانونية اشتركوا في القانون